الخمساء دي قررت مارتين مع سانداونز ايه حكاية ملعب سانداونز ايه حكاية سانداونز يعني الاهلي اللي هو النادي ده المتوحش في افريقيا اللي مفيش فرقة اصلا بتعرف تتعامل معه بسهولة يعني يهي قدام سانداونز فملعبهم تحديدا ويبقى في مشكلة ليه المشكلة دي بتتكرر كمان عشان كمان الاهلي وارد جدا من واجه سانداونز في النهائي وان كنا يعني تمنا التراجي يكسب بسانداونز ويصد لانهائي الشركيك العربي بس وارد ان الاهلي اللعب بسانداونز الليه سانداونز دايما الحكاية قدام الاهلي هو طبعا بقى في دربيات في عفريقيا زي الدوري كده اهلي وزمالك واهلي واسماعيلي بقى في دربيات في عفريقيا من ضمنها اهلي وسانداونز اهلي ووداد松انز اهلي ووداد اهلي وترجي فبقى فيه متشاط كبيرة و بيخش فيها جزء كبير لعمل نفسي سواء للأهلي او للفرق يمكن زم أنت قلت الماتش الأولاني عمل نفسي شوية بالنسبة للنادي الأهلي أو للعبة النادي الأهلي وخصوصاً هناك هي كلها أنا بشوف أنها كلها طبعاً فيه فوارق وفيه عوامل فنية بتفرق جهة الماتش طبعاً بتلعب فيرد سندونز فيرقة كبيرة متمرسة في القورة عندها فكرة يعني الكورة اللي هي زي بتاعة منشيستر سيتي أو برشون كورة حديث كده على الأرض وبنى اللعبة من تحت كده ومشتغلوا على الأرض ومشتغلوا كما جميع مع بعض وفي مساحات دياء هم بيحبوا النوعية دي من الكورة لكن مشوف في نفس الوقت أن إحنا لما خسرنا الماتش الأولاني روحنا مع مسلماني وعملنا معهم نتاياك كويسة صح ومع فيلر وعملنا معهم نتاياك كويسة صح وقدرنا إحنا نخرجهم بطلتين وراء بعض من أفريق صح وقدرنا إحنا نشتغل بشكل كويس بس الساعة إحنا اشتغلنا على العمل النفسي وعلى القوة الزهنية بشكل كبير جداً إن إحنا هنعرف نخرج بالماتش وإن إحنا هنعرف الأسلحة بتاعتهم إنه نوقفها بشكل كويس جداً واشتغلنا عليها يمكن مستر كورر في الماتش اللي هو اللي حصل في الخامسة برضو كانت الأول مباراة ليه تقريباً بره أو مع سنداونز فبردو الحتة الزهنية دي مهمة وفكرة إنه نفتح الملعب مع سنداونز على ملعبه وإنه نضغب بشكل كبير جداً مع الأجواء جو هناك برضو الرطوبة عليها دي محتاجة كانت محتاجة تعامل مختلف كانش عنده خبرة أفريقية وإن كان بعد كده بقى ممتاز فبعد كده هو حتى الماتش ده غير قناعاته كتير في متشاط أفريقيا صح وبقى يلعب بتوازم كبير جداً حتى في الدورة يعني فيها أوقات هو بيلعب الكرة الوقائية الكرة اللي ما فيهاش بشكل جمالي